دعاؤه عليه السلام مما يحذره ويخافه بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد إلهي إنه ليس يرد وضبك إلا حلم ولا ينجي من عقابك إلا عفوك ولا يخلص منك إلا رحمتك والتضرع إليك فهب لي يا إلهي فرجع بالقدرة التي بها تحيي ميت البلاد وبها تمشر أرواح العباد ولا تهلكني وعرفني الإجابة يا رب وارفعني ولا تضعني وانصرني وارزقني وعافني من الآفات يا رب إن ترفعني فمن يضعني وإن تضعني فمن يرفعني وقد علمت يا إلهي أن ليس في حكمك ظلم ولا في نقمتك عجلا إنما يعجل من يخاف الفوت ويحتاج إلى الظلم الضعيف وقد تعاليت عن ذلك يا سيدي علوا كبيرا رب لا تجعلني للبلاء غرضا ولا لنقمتك نصبا ومهلني ونفسني وأقلني عثرتي ولا تتبعني بالبلاء فقد ترى ضعفي وقلة حيلتي فصبري فإني يا رب ضعيف متضرع إليك يا رب وأعوذ بك منك فأعذني وأستجير بك من كل بلاء فأجرني وأستتر بك فاسترني يا سيدي مما أخاف وأحرى وأنت العظيم أعظم من كل عظيم بك 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 استترت يا الله يا الله يا الله يا الله صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين